يتساءل سوريون أليس حريا أن تمر مشاهد القتل والدمار التي تسببت بهما روسيا في ذاكرة هذا الرجل قبل أن يضع يده مصافحا مع من سفك دماء السوريين على مدار سنوات عدة إلى موسكو حيث التقطت هذه الصورة أثناء زيارة نصر الحريري للقاء عدد من المسؤولين الروس لبحث قضايا تتعلق بالمسألة السورية وعلى رأسها اللجنة الدستورية التي فصلتها موسكو على مقاس الأسد وجرى حياكة تفاصيلها في اسطنبول ضمن اجتماع لأربع دول كانت المعارضة ونظام الأسد غائبين عنها الشكر الجزيل لروسيا عبارة صدحت حنجرة الحرير بها لكن على ماذا؟ هل جعل المناطق المحررة حقل تجارب لأكثر من مئتي سلاح روسيا جديد؟ كان الاحتلال الروسي يختبر مدى فعليتها وفق تصريحاتهم؟ أم لقتل آلاف الأطفال والمدنيين وتدمير المدارس والمشافي عبر استدافية بصواريخ روسيا الموجهة والارتجاجية؟ صباح خير شكرا جزيلا الحرير المتحرك كدمية بيد روسيا لا يعلم أحد من كلفه بزيارة موسكو لبحث القضايا الأخرى كملف إدلب لا سيما وأنه طرد من الشمال السوري قبل أشهر ووصفه أهالي المنطقة بالخائن والعميل أضف إلى ذلك ومن وجهة نظر سوريين أن الحرير لم يحقق سياسيا أي نصر كان مرجوا منه بل كان حريصا على إرضاء الروس للوصول إلى ما أسماها تفاهمات حول مواضيع عدة الأمر الذي استهجنه متظاهر الشمال السوري فرفعوا لافتات كتبت بالخط العريض نطالب بإسقاط الهيئة العليا للمفاوضات